إني أكتب وورد وول ككلمة واحدة هكتبها بالأو وورد وول ايوه هيك تريصيها اللي كتابتها بعمل انتر تقطع لي أنا في الخيار الأول إذا كانت عندك اللغة المفضلة على جوجل اللي هي اللغة العربية هيطلع عليك خيار آخر بالعربي فعندي أنا الورد وول هيك إحنا فتحنا هي البرنامج من الرابط ما في داعي إذن أنزل أي شيء على تليفوني ولا على الكمبيوتر البرنامج موجود خلاص بس أبحث عنه على جوجل بطلع معي إذن هاي الورد وول هون the easy way to create your own teaching resources ممكن إذن المعلم يعمل مصادره الذاتية لاحظ شوف العدد عدد الريسورسز أو المصادر أو الأوراق العمل أو الواجبات التفاعلية اللي عم تنعمل في كل ثانية هذا الرقم بيزداد هذا الموقع عالمي وإحنا هيك حلو نوصل للعالمية ونستخدم برامج كل العالم بيستخدمها ونوصل لهذا المستوى في عنا هاي الثلاث خطوات السهلة اللي بتقدر واحد يستعملها الخطوة الأولى pick a template بدنا نختار قالب ملائم حسب اللي بلائمنا وهلا بيواجهكم القوالب هون بنقدر interior content بدنا ندخل المحتوى اللي بمادتك بمادتنا اللي بلائمها ثالث خطوة اللي هي print out your activities or play on a screen بدك يعني ممكن تطبع بشكل ورقي ممكن الطالب يطبعها بشكل ورقي أو أنه يلعب على الشاشة بهذا الواجب التفاعلي نلاحظ هنا عندنا find out about our templates عندي القوالب هي بالشكل التالي عندي match up في quiz في random wheel find the match group sort missing word يعني unjumble اللي هي بتعيد ترتيب label diagram لاحظ في كمان عندنا هي الword search يعني في كتير عندنا شغل وألعاب هنا في كمان بالآخر يعني الطالب هيستمتع إن كان طالب صغير أو كان طالب كبير جربها وحتشوف قديش هذا الطالب رح هيحس في خبرة هيك نوعية شوي بدي أشوف أنا هلأ طيب أنا كمعلم كيف بدي أقدر أدخل المرة الأولى بيكون بدي أطلع هون من الحساب اللي عندي علشان أرجع من أول هلأ بتظهر عندي login sign up أنت لسه مستخدم جديد أكبس على sign up بعدين تكتب login then upgrade ليش بيكتب then upgrade هو login أنت بس من أول مجرد ما تدخلي حي مكنك أنه تستخدمي زي خمس أماكن free مجانية بتعملي فيها خمس أوراق عمل أو خمس واجبات إذا بدك أكتر بتطر الوحد يدفع اشتراك طيب أنا شو بعمل بقدر أعمل أكتر من خمسة كيف أنه أول خمسة بس أخلصهم بعمل فوقهم يعني الخمس أماكن هم متوفرة فقط عنا ممكن نعمل عليهم نفسهم نغيرهم نغير المحتوى نغير القالب نغير أي شي فيهم إذا نبدأ login بدي أنا أدخل sign in with my google account دخلت بهذا الحساب أنا هي عندي حط لي my activities my activities اللي هي موجودة عندي هون my activities يعني الأنشطة اللي أنا عملتها أنا عاملة أكثر مثلاً من تمرين بهذا الشكل إذن شفنا مثلاً الشكل الأول بدي أبنى أبدأ بهذا التمرين خليني أورجيكم بدي أكبره على الآخر لو كان الطالب يشتغل على الموبايل لو كان يشتغل على الكمبيوتر فبيطلع عنده الشكل شيق جداً هاي عندي مثلاً أنا كاتب الأمونيا اللبن مسحوق الخبيز بتهميه وفصلوهم إلى ملح لقاعدة لحمد طيب أنا خلينيك أجاوب بهذا الشكل طبعاً بدي أحط شوية أخطاء أحطت بهاي الطريقة لو أنا كنت طالب وجاوبت بي زي هيك هلأ بعمل submit answer زي ما أنتوا لحظتوا أنا سحبت الإجابة سحب بسحبها سحب لو كان عندك شاشة على الموبايل فبتكون touch كمان بتكون سهلة شو سوى هون راح صلح لي حطي لي الصح حطي لي الغلط هيك الطالب عارف يقيم نفسه ولقى الإجابة فورية لقى في تفاعل من الشاشة ما عم بيستنى الأستاذ من هون لأسبوع لا يرد علي يقول له إجابتك صحة أو غلط فهذا بيقلل من حافزيته ونشاطه ودافعيته للمادة لا إحنا هون يعدين منخلي الشاشة نفسها أو البرنامج نفسه يقيم الطالب ويعطيه إجابته الصحيحة نلاحظوا هون أنا كطالب ممكن أعمل هلأ screenshot لهذه الشاشة وأسلمها هي على الواجب طيب أعمل screenshot إذن لهذه الشاشة كأنه هاي دليل أني أنا حليت الواجب أو حليت تمرين أو ورقة العمل طيب أنا كطالب ممكن أنتبه أنه أنا أخذت واحد من ثلاثة هاي الزمن اللي لزمني حتى أحل طيب واحد من ثلاثة مثلا أنا مش عاجبني قليل تمام ممكن أنا أدخل على شيء اسمه leaderboard leaderboard هنا أنا كطالب أقدر أدخل عليه وأشوف أكتب هنا اسمي وأسيف اسمي خليني مثلا أنا أكتب هلأ SS بعدين enter أنا كتبت اسمي تخيلوا بيحط لي ترتيب يعني عم بيقول لي مين أول طالب طلع في الصف مين المركز الأول في الصف فأنا مثلا أول طالب حلت مشان هيك حاطتني بالأول طيب بعد ساعة ساعتين بيكونوا باقي الطلاب حلوا فبيبين التصنيف بيختلف بيختلف حسب مين مين اللي حل صح أخد أعلى علامة هذا أنا أخدت واحد من ثلاث حط لي واحد مين اللي أخد أعلى علامة بأقل زمن كمان بيرتب لي فشي جدا حلو حتى الطالب نفسه يعرف وين حاله بالصف وهذا شيء بيحفزه إنه ممكن هو يعيد مرة تانية أنا بدي أعمل باك ممكن أنا كطالب أختار شو آنسرز بدي أتعلم من إجاباتي بإيش غلطت وإيش صح الإجابتين هدولة غلط عندي الإجابة الوحيدة الصحية اللي حمض إنه مثال عليه لبن طيب أنا كيف بدي أعمل هلأ ممكن أطلب الكوريكت آنسرز ورجعيني الإجابات الصحيحة حط لي هاي الإجابات الصحيحة بتدلي هدول التنين اللي على الطرفين وهيك صارت الإجابة صحيحة ماي آنسرز برجع لي الإجابات اللي أنا كنت غلطان فيها إذن هيك الطالب اتعلم عرف الصح من الغلط هل ممكن يعيد؟ نعم ممكن يعيد حتى يتأكد إنه فهم أنا هذا العنوان اللي هون أنا بكون حاططه كمعلمة أنا بكون حاططه بعمل إذن كطالب هلأ برجع مرة تانية بعمل استارد هالمرة برتب صح وما بغلط بأداء الشكل وهيك بضمن الطالب إنه هو عم بيجاوب بطريقة صحيحة شوفوا كيف إذن بيحطله وبعدين بيحطله الإجابة إذن حطلهم صح بعدين حطلهم للنتيجة النهائية فأنا كطالب هلأ أكيد هيعجبني الوضع وهيك أعمل له سكينشوت وهي أبعدها للمعلم أحسن من النتيجة ممكن السابقة طبعا إحنا مش لازم نمانع لأنه أنا مو هدفي هنا أحط علامة هذا مو اختبار هات زي ورقة عمل لكنها بتصلح حالها لحالها طيب ممكن أنا أغير هون بحكي لي switch templates في عندي خيار إني أغير التمبلت find the match ممكن أنا أغير شوفوا كيف هاي نفس العنوان نفس المادة نفس السؤال آه نفس السؤال لكن بطريقة عارض مختلفة شوي شوفوا كيف السؤال حي يجي مين القاعدة فيهم مثلا بعين حكينا الأمونيا قال لي صح طيب بنتقل بتحرك علي بعده طبعا في كل الوقت أنا بقدر أكبر الشاشة على عارضها زي هيك وأقول له مثلا ربطت هون هيعمل لي x طيب هيك نلاحظوا السؤال اللي بعده عم بيطلع لي إنه مين فيهم الملح مثلا أنا بقول له طيب ملح هو مسحوق الخبيث آخر شي تمام هاي عم بيطلع لي إذن مين الصح ومين الغلط عم بيوضح لنا قاعد آآ فوري هذه تغذية راجعة فورية للطالب بقدر من خلالها يتعلم بقدر يعيد حل الورقة لغاية ما يتعلم من غلطه وهذا عنا اللي هو الشيء المهم جدا طيب إحنا بدنا نعمل هلأ كمان بدي أعمل Back بعدين بدي أرجع على My Activities اللي هي أنشطي في بعض الأحيان هون بتكون زي هذا النشاط هذا مجرد برضو أننا بدنا نسحب بدنا نفصلهم لقاعدة ولحم هنا عندنا كمان أسئلة الأسئلة اللي هون ممكن تكون اختيار من متعدد نلاحظ كيف بيكون شكلها بدي أكبرها كمان ونشوف هاي أي الأسلام التالية هذا حلق مثلا بسرعة أكبر تخيل حطيت بقدر أسرع أني أكبس على السين بالأسفل أي المراحل خليني أجاوب ألف لأني بدي أها غلط فشوف هنا كتب لي هون غلط طيبعا إذن الطالب تعلم أنه أنا غلطت هون ورجاني وين الصح لاحظتوا ورجاني كمان وين الصح إذن زي هيك إحنا ممكن هي بنغير السؤال ممكن أعمله Maze Chase شوفوا كيف يعني Maze Chase Maze Chase لا موضوع الحركة إذا أنتوا سمعين الأصوات ففي أصوات حلوة هون بتكون باللعبة نشوفوا شو عم بيسألني مركبة تتحرك بسرعة ثابتة مبتعدة عن نقطة الإسناد أي من الرسوم أدناه يمثل حركة المركبة بشكل صحيح يعني بدنا نختار هل هي هذه الرسمة ألف ولا الرسمة اللي هون عندي على اليمين باء ولا اللي فوق جيم ولا اللي على اليسار دال مثلا أنا تخيط يعني الطالب بده يجاوب هاي دخل هون طبعا هذه هيك يعني ممكن هي زي هيك يخسر أصلا ويرجع يعيد طبعا هذه معتبدة على سرعة الطالب لازم يجاوب بسرعة ومش لازم إنه يعني يغلط لأنه شي خلو يجرب هيك بشكل سريع مقدر أعملها على طريقة أخرى لهي الإيربلين خلينا نجرب الإيربلين نرجيكم ياها هاي برضو خلوة أنت بتختار إذن لعبة حسب العمر يعني أنت لأي عمر بتعمله وسدوني حتى في منهم الكبار كمان بنضغط وشوفوا هاد بحركها بتسهم هاي السؤال موجود حيث مركبة تتحرك بسرعة ثابتة مبتحدة عن نقطة الإسناد أي من الرسوم أدناه يمثل حركة المركبة بشكل صحيح فإذن إحنا عنا هاي مثلا أنا خلينا نحطه والما عندنا أنا أنا بعرفها لا جبني غلط إحنا طالب بكل واحد يتعلم إذن ما بدنا أختار هاي دي الإجابة حيكون عندي إجابة أخرى بتحفلش ماله طول وقت عم بحط النجيم انت لازم أطلع فوق آه هي إذن إذا أخترت أنا زي بيك أعمل لي غلط فإذن ممكن الطالب يعرف إنه لأ أنا لازم أنتبه آه شو الخيار الصحيح مرحب ليش عم بيعلق قاعد على نفس الخيار فممكن إنه وقتين نقل الخيارات لهيك سؤال آه عنا كمان هون اختار مجموعة حكيت لكم عنها إذن بشكل عام هذه هي القوالب فورا بس بدي أنا أعمل نشاط جديد بعمل آه create activity بس أعمل create activity رح يفتح لي طبعا القالب اللي بديه آه على فرض مثلا أنا عندي هذا النشاط خلينا أورجيكم حتى يعني إذا مش عاجبه الشخص بيقدر يعمل edit content أوكي يعني يغير آه إخراج أو كتابة المحتوى للسؤال آه زي هيك سؤال أنا مثلا اخترت هنا قالب find the match وإحنا طبقا عليه find the match بصير واحد يكتب هنا آه على اليسار والسؤال على اليمين اختر غذاء من مجموعة الطاقة هذا الكلو أو الدليل للسؤال وهذا هون الانسر اللي هو الإجابة فهذا هو العمود نقدر نعمل swap column swap column بيبدللي الأعمدة محل بعض يعني بيخلي الدليل هو الجواب والجواب دليل أو السؤال جواب وجواب سؤال هلأ بمكن طبعا أضيف صورة ممكن أضيف صورة من خلال هون بس أكبس على الصورة بيختارها من هون أو بعمل upload من الكمبيوتر برضو بصير في كتير مصادر يعني حلوة صور موجودة هون فهذا اللي بيصير معنا طيب بعدين أنا مثلا عبيت كل هدول القطاعات أنا بقدر أشطب أي واحدة منهم بهاي الشكل بقدر أنسخها مرة تانية أعملها نسخ بيكرر ليهاها بقدر هيك أعمل على هذا السهم حيث أنه يغير لي مكانها يعني أنا مش عاجبتني فوق أنا بديها تحت بدي مثلا هذا يكون آخر سؤال زي هيك فممكن يتغير بس نخلص ونعمل done هيبلش يسيف بالنشاط طيب أنا بدي هذا النشاط طبعا ممكن أنا أجربه أكبس عليه واجربه إحنا أراد يخلصنا بنعمل share هلأ بدي أعمل share للطالب بهمناش على other teachers يعني ممكن تدخل بس بطلع خيارات شوي بتطول معك لأنه بده تحدد العمر والماد وغيرها برضو بصير ما في مشكلة لكن إحنا بدنا يعني على السريع كواجب لطلبنا فبنكبس هم نختار my students set assignment يعني اعملوا كواجب بطلب أنا يدخل الاسم إذا كان هذا الشغل شغلي أنا يعني إذا كان هذا أنا عاملته فبطلب طبعا من الطالب يدخل الاسم لأنه الenter name بتفيدني في leaderboard leaderboard حكيت لكم اللي هي ترتيب الطلاب في الصف من الأسرع والصح إجابات فوق والباقيين بنزل لتحق أو anonymous إذا كان هذا مثلا الشغل أو اللعبة ما كانت شغلنا كانت شغل حدا تاني فبحط anonymous عشان ما بيهمني وقتها يطلع الاسم عند المعلم التاني leaderboard إذا زي ما حكيت لكم بتفعلوها فقط في حالة إذا أنتوا عاملين هذا النشاط مش عاملين النشاط حتلقوه أصلا كان معتن بالأول وخلوه زي ما طيب أنا بدي أشغلها كلها هلا بعمل start بيجي بطلع لي الرابط هذا الرابط في جداعي أنا أظلل عليه في أمر copy بس بعمل هيك أمر copy وبروح بنسخه عندي على طول على المنصة على منصة درسك أو غيره فإذا بيكون كتير هيك أسهل علينا وطبعا نعمل له share link يعني بالنسبة للمنصة بنخلوك link بس هيك صارت إذا رجعت أنا هيك على الhome جعب علي أشوف شغل معلمين تانيين مثلا أنا بقدر هيك أدخل على أي واجب خليني أورجيكم الrandom wheel الrandom wheel برضو حلوة الجيم مع المد الطويل والقصير فيه هنا يعني حتى باللغة العربية ممكن تستعملوا هذا الموقع وتعملوا عليه أوراق عمل والريدي موجودين كمان هنا بيحكي لك لنقوم بتدوير العجلة ونقرأ البطاقة التي يقف عليها المؤشر والدرس هنا عن حرف الجيم مع المد الطويل والمد القصير طبعا ممكن مش شرط يعني نختار هذا الشكل إذا ما عجب تكمش في ألوان أخرى هيا وهو نوقف عنا تمام السؤال هنا شو كان بيحكي لي السؤال أنا ممكن أصغرها شوي نقوم بتدوير نقرأ البطاقة بس بده الطالب هون يقرأ هذا شي قرائي يعني هذا لو بدنا نكون يعني معنا سماعة وقادرين نسمع بنص الحصة في الزوم مثلا لو عاملنا طلبنا ممكن نستعملها في بعض الأحيان بيكون لأ في عندنا يعني كلمات في الداخل اختبار العشوائي مثلا لمشارك الطالب برضو بصير بطلب هون عامل له تعبير يعني حسب وين بيوقف العجل بطلب من الطالب تعبير مباشر على الاجتماع وغيره أرجيكم كمان في عنا كانت هون واحدة خريطة المحافظات مثلا أنا هون خريطة الأردن مع المحافظات هون المعلم عاملها على أساس Label Diagram احنا ممكن نغير لأي واحدة تانية بس مش كلهم طبعا بيزبطوا على خريطة تخيل هلا عندي أنا مثلا هذا المعلم مش أنا اللي عاملته معلمة هي مكتوب اسمها بدي أنا أعمل Share يعني بدي أخذ هذا الواجب اللي هي عاملته ما هي عاملته Public يعني للعامل أي حدا يستعمله ومشاء الله يعني فيه ناس كتير بتشتغل هيك أنا بحب يعني الناس اللي بحسها مش بس تستهلك لأ كمان تنتج يعني أوراق فبعمل Set Assignment بعدين بدل ما أكتو أكبس على الانترنام لا باكبس على الانونيماس يعني مجهولة لأسام ما بدي لأسام مش هاممني بخلي الليدر بورد مش مكبوس عليها زي ما هي هيك بدون صح بس Show Answers يورج الطلاب الجاب صحيحة و Start Again ممكن يعيده مرة تانية بقدر أحطة Deadline يعني أحدد التاريخ إذا بدي إحنا عنص الدرسك في إلواء وقت محدد بقدر أحدد التاريخ هون وقفله بس هنا لأنه هو مو شغلي فممكن الأستاذ الثاني أو المعلم الآخر يرجع يفتحه دعمل إذن Start بناخد هنا الرابط وبنزله على المنصة وممكن حتى نجربه مع أولادنا كتير بحس هيك الروابط اللي زي هيك حلوة وفعالة يعني كل ما عليه المعلم أو الطالب بس أنه يوصل وبزبط معه فهي يعبي حلوة وبنفس الوقت عم بتعلم الطالب أنا هون في عندي مثلاً للجهاز الهضمي كمان يعني حتى بالعلوم ممكن الطالب يستفيد منها شوفوا إذا أنتوا حتى سامعين يعني حلوة بحطوهم في هيك في الجو وفي عندي نقاط معينة لازم يوصل فيها فهذه يعني حلوة هيك للطلاب مش غلط بنبسطه كتير وبيحسوا حالهم عن جد فهمه ويعني أنا متأكدة أنه بستفيدوا أنا حسيت عندي مثلاً عملت إحصائية بالظبط قديش نسبة حل الواجبات باستخدام الورد وول لقيتها زائدة 10% على نسبة الأيام العادية أو الواجبات العادية اللي كنت أحط فيها من الدرس نفسه أو من المنصة نفسها فدائماً هون الواجبات بيكون عن جد عدد اللي بيسلموني أكتر بالأول حيستغربوا أنه شو عم نعمل إحنا عم نعمل سكرينشوت للنتيجة فقط وبنطلبها مثلاً تنزل عندي على المنصة الدرسة كحلواجب زي ما بيعمل صورة دفتر بطلب منه يعمل سكرينشوت أو برينت سكرين على الكمبيوتر للشاشة اللي بتطلع الإجابة وبس هيك يعني الموضوع إن شاء الله هيك تكونوا استفدتوا وطبعاً نحن جاهزين لأي مساعدة